اشتركوا في القناة التي تعود على صحة الإنسان فكل جزء منها له فوائد كثيرة ولا يجب تجاهله أو إهماله كإهمال الكثيرين لأوراق هذه الشجرة المباركة وعدم استغلالها في علاج الكثير من الأمراض التي يصاب بها الإنسان لقد بدأ استخدام خلاصة أوراق الزيتون لأغراض علاجية منذ آلاف السنين وهي متوافرة بين أيدي الجميع ويحصلون عليها دون أي تكاليف لها فوائد عظيمة وجليلة فالأوراق مثلا تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة كالبيتامينات والبروتينات والأملاح والمعادن ومضادات الأكسدة وهي بذلك صالحة للاستعمال البشري في علاج الكثير من المشاكل الصحية ويتم الاستفادة منها عن طريق غليها وتناولها حسب تعليمات وإرشادات الطبيب المختص خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة ولأهمية هذا الموضوع سوف نقوم بتسليط الضوء والحليث عنه وسنتعرف على أهم فوائدها وكذلك أضرارها فوائد أوراق الزيتون هي تعمل على تخفيض معدلات ضغط الدم المرتفع كونها تحتوي على مركبات ومواد فعالة في ذلك كما تعتبر آمنة ولا تسبب أي آثار أو أعراض جانبية أيضا القضاء على الجراثيم والطفيليات والفيروسات والفطريات المختلفة لاحتوائها على مضادات الأكسادة وتقليل معدلات الكورسترول الضار في الدم وزيادة معدلات الكورسترول النافع لاحتوائها على مركب الأورولوبين الذي يتحلل في الجسم ليعطي مادة نوليت الكالسيوم التي تمنع تأكسل الكورسترول الضار مما يمنع تراكم صفائح الدم داخل الشريين وبالتالي الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية أيضا تنظيم معدلات السكر في الدم من خلال تناول كوب من منقوعها بشكل يومي بالإضافة إلى تقليل نسبة الشحوم والدهون الثلاثية في الدم أيضا علاج مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك كونها ذات تأثير ملين للأمعاء وكذلك التخفيف من عسر الهضم وتطهير الأمعاء من الجراثيم أيضا خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة نتيجة الإصابة بالحمى وعلاج التهابات الكبد المختلفة وعلاج التسمم الناتج عن الأغذية ومكافحة التعب والوهن لاحتوائها على مواد طبيعية وزيوت طيارة وأيضا الوقاية من السرطانات المختلفة والحد من انتشار الخلايا السرطانية وتعزيز صحة جهاز المناعة ضد الأمراض المختلفة أيضا علاج تشنجات العضلات وتقلصاتها والتخفيف من ألم التهاب المفاصل وعلاج نزلات البرد والأنفلونزا والمحافظة على صحة الشعر وزيادة لمعانه وحيويته وكذلك تقوية بصيلاته ومنع تساقطه أما أضرار ورق الزيتون فلم تسجل أي أضرار لاستعمال ورق الزيتون إذ يعتبر آمن ولكن يجب استعماله باعتدال وعدم الإفراط في تناوله أما طريق التناول ورق الزيتون هناك عدة طرق لتحضير منقوع ورق الزيتون ومنها غسل كمية من الأوراق ووضعها في إبريق الخلاط الكهربائي مع كوب من الماء المغلي وبعدها يترك المزيج منقوعا مدة ساعتين تقريبا قبل تصفيته وشربه عدة مرات مع الاحتفاظ به في مكان مظلم بعد كل استعمال أو غسل الأوراق وتجفيفها جيدا تحت أشعة الشمس ومن ثم طحنها وأيضا تنخيلها حتى تصبح مسحوقا ناعما واستعمالها في الطعام كنوع من التوابل أو شرب ملعقة كبيرة منها مع كوب من الماء الفاتر أيضا غلي كمية من الأوراق الخضراء أو الجافة في كوب من الماء المغلي مدة ربع ساعة على الأقل قبل شربها ولتحضير أوراق الزيتون هناك عدة طرق لتحضير أوراق الزيتون للاستفادة من الخصائص العلاجية الكثيرة منها نحضر مقدار كيلو من أوراق الزيتون ونغسلها جيدا ثم نغليها في الماء ونتركها حتى تبرد ونصفيها للحصول على منقوع لونه أصفر داكن أو نجفف مقدار كيلو من الأوراق بعد غسلها جيدا ونطحنها للحصول على مسحوق ناعم ونصفيها جيدا حتى نحصل على مسحوق دقيق ويمكن إضافته للمشروبات أو تناوله مع العسل أما فوائد غلي أوراق الزيتون فلأوراق الزيتون العديد من الفوائد التي تعود على الإنسان وتمكنه من الحصول على صحة جيدة وخالية من الأمراض وهي تدعيم جهاز مناعة الجسم وجعله أكثر مقاومة للعديد من الأمراض كأمراض السرطان ويعمل كقابض للأمعاء ومطهر ومعقم فعاليته الكبيرة في خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة أيضا يؤدي إلى القضاء على الأنواع المختلفة من الميكروبات والفيروسات والفطريات التي يصاب بها جسم الإنسان والحصول أيضا على مستوى طبيعي ومنتظم للسكر في الدم لذلك يستعمله الكثير من الأشخاص المصابين بذاء السكر وللحصول على النتائج المطلوبة يجب على الشخص المصاب بالسكر الانتظام في تناوله والذي يتم تحضيره من خلال وضع أوراق الزيتون في الماء وجعله يغلي لحين يصبح لونه أصفر غامق وبالإضافة إلى القليل من القرفة والعسل ويتم تناوله لمدة لا تقل عن خمسة أيام وبشكل متواصل أيضا خفض ضغط الدم بالإضافة إلى تنظيم نسبة الكريسترول في الدم وخفضها عندما ترتفع عن الحد الطبيعي لها وتخليص الجسم من التزايد الكبير من هذه المواد والتي تؤدي إلى تعرض الشخص للإصابة بالجلطات القلبية أيضا تحسين شعور الإنسان كشعوره بالراحة والاسترخاء وذلك من خلال تخلص الجسم من التعب والإرهاق والتشنجات التي تصيب العضلات بالإضافة إلى تسكين الآلام الناتج عن العديد من الأمراض كآلام المفاصل والروماتيزم والسرطان والأيدز وغيرها من الأمراض وذلك من خلال القضاء على الفيروسات المسببة لها والعمل على تعزيز جهاز المناعة ليكون قادر على نمو خلايا جديدة تقاوم هذه الفيروسات أيضا يساعد الإنسان في علاج الأنفلونزا والرشح وذلك من خلال القضاء على الفيروسات المسببة لها والتي يتم مقاومتها من قبل جهاز المناعة القوي والمعزز ويستعمل في الحالات التي لا يعطي فيها المضاد الحيوي أي تحسن على الحالة أيضا لعلاج فيروس هيرس والذي يؤدي إلى ظهور تقرحات بسيطة حول الفم أيضا لأوراق الزيتون فوائد للتخسيس إذ تعتبر أوراق الزيتون مفيدة جدا للأشخاص الذين يعانون من السمنة إذ تعمل على التخلص من الوزن الزائد وخاصة في منطقة الأرداف والبطن وذلك عن طريق غسل مقدار نصف كوب من أوراق الزيتون ثم نمزج ملعقة كبيرة من الملح مع لتر من الماء النقي ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخل ونضيف أيضا المزيج السابق فوق أوراق الزيتون ونضعه في الثلاجة ثم يتم تناول كوب واحد بشكل يومي كما يمكن أيضا غلي أوراق الزيتون والاحتفاظ به في الثلاجة ويتم تناوله أيضا على الريق يوميا وقبل النوم كما أن لزيت الزيتون أيضا فائدة في تخسيس الوزن ويمكن ذلك بمزج أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع أربع ملاعق كبيرة من الخل يعني مقدار بمقدار ونضعها في زجاجة ونرجها جيدا ثم ندهن المكان الذي نريد إنقاص الوزن منه وغسله في الصباح حبيبنا ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع للاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم تشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما الجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته